اشتركوا في القناة يعني حتى كنت شوف الفيوز بامريكا يتكلم عن الصرفية وما اهتم لها انا كواحد يتفرج على سيارات ببرا حنا ما تهمنا الصرفية عشرة ريالة مشيك لكن بازيل ارتفع فصرفية تلقوا تلعب عامل يعني ابيض واسود شراء او عدم شراء السيارة فعشان كذا جمنا لكم لستة افضل عشر سيارات صرفية من سيارات الهايبرد قد سوينا لستة السيارات المهي هايبرد لكن الحين معناها هايبرد لها القام صراحة قوية وتخيلوا يعني من اقل سيارة هي العاشرة نتكلم عن اللتري بشي 23.7 فما بالك من المرتبة الاولى فاخلكم معنا اليوم في افضل عشر سيارات صرفا للوقود من سيارات الهايبرد قبل انتك العادة لا تنسوا لمن لايك واشتراك القناة وتفعيل زر الجرس عشان تكون صرفيتك ممتازة وتوضيح ترى يعني اذا ما كان عندك خبرة بالسيارات الهايبرد ترى الهايبرد في الغالب يعني خلنا نقول 90% سيارات مدن بالعربي تمسك فيها خط ممكن تكون صرفيتها اكثر ممكن تكون صرفيتها اكثر من السيارة المهي هايبرد ونفس السيارة يعني فهي سيارة مدن في المرتبة الاولى فاذا تدور على الصرفية واستخدامك المدينة الهايبرد هو الحل لكن اذا انت راح خطوط ترى ممكن الهايبرد ما يكون مناسب لك فعشا كده خلونا نبدأ المرتبة العاشرة واو سيارة معنا اللي هي تويوتا كرولا كروس الهايبرد الليتر فيها يمشي 23.7 كيلو وفي المرتبة التاسعة تويوتا سي اتش ار الهايبرد الليتر فيها تمشي 23.9 وعلى الفكرة تويوتا ترى من اوائل الشركات اللي بدأت سيارة الهايبرد مع البريوس في التسعينات ما اذكر السنة بالضبط ولكن بريوس هي من اول السيارات اللي هبوا فيها العالم من الهايبرد فالتقريات اللي عندهم متطورة كثير في المرتبة الثامنة عندنا برضو ما احنا بيعدين على تويوتا الليتر في الليتر في الليكزز هذه تمشي 24.1 فنتكلم عن فخامة وصرفية وقود قليلة المرتبة السابعة واحدة من السيارات اللي توه توه الاسبوع هذي يمكن الاسبوع نازل في السعودية اللي هي تيوتا ينوبا الجديدة فيئة ال V.I.B.7 السيارة هذي بسيارة عالية بثلاثة مقاعد الليتر فيها مشي 24.3 تيوتا قاعد تلعب تلعب في ساحة صرفية صراحة في المرتبة السادسة خلاص ما هي تيوتا نحن نرجع لها المرتبة السادسة معنا كيا الكي فايف والهندسوناتا الهايبرد هي نفسها معدل تقريبا استهلاك الوقود السيارتين هذي هي اخوات يعني الليتر فيها يمشي 24.6 لو خيروك كيف لايفا والسراتة نفس السعر نفس كل شي وش تختار والمرتبة الخامسة معنا ملكة الهايبرد هذه يعني اتوقع اتوقع ان كانت ببالكي المرتبة الاولى انا اتوقع لان ما تدري عن اللستة اللي احنا احنا جبنا اللستة عشان نبك وصدق السيارة صرفيتها جبارة ويوم انزلت كان كده التيوتا الكامري الهايبرد تخيلوا الليتر فيها يمشي 26 كيلو متر حكم فكانت متربع العرش افضل السيارات لكن اليوم معنا اللستة في سيارات افضل منها وفي المرتبة الرابعة اللي خذت العرش بين الكامري الملكة تيوتا الراون الجديدة تحديد من الهايبرد الاربع سلندر بدون التيربو الليتر فيها يمشي 26.10 فازت على الكامري فاصلة واحد في معدل الصرفية ولكن مع كده السيارة تعتبر اكبر وبي نفس الكفاءة وفخم من الداخل علمونا اشراكم في رفيو حق تيوتا كراون راح نحط رابطينا في مكان ما تشوف رفيو كامل عن السيارة الجميلة هذه موسيقى والحين وصلنا الى التوب ثري في قائمتنا لهذا اليوم اذا كنت توقع واحدة من السيارات موجودة وما لقيتها الى الان يعني الاسف لستتنا صرفياتها ما تمزح فايضا اذا انت واحد من ملاك السيارات اللي تحسن صرفياتها حلوة اكترنا في تعليقات كم صرفية سيارتك الهايبرد فالحين بسم الله نبدأ الامارات بالثلاثة واتوقع ما كانت في بالكم المرتبة الثالثة هي انداي الانترا الهايبرد تقفل الملفات تقفل منفات سرعة ومنفات بنزين بعد فالمرتبة الثالثة الانترا اللتر فيها يمشي 26.7 كم وفي المرتبة الثانية واحدة من السيارات اللي قد صورتها في المعرض وقلت السيارة هذه ممتازة سعرها يعتبر حلو وصرفيها تعتبر جدا المتازة اللي هي هونداي الهايبرد بجنت 16 اللي هي تعتبر اقل فيها من الهايبرد لان فيه فيئة اعلى بجنت اكبر والجنت الاكبر يصرف بنزين اكتر لكن بجنت 16 صرفيتها في اللتر الواحد 26.9 تخيلوا فتخيل الكونا عندك بنزين عندك الكونا إن اقوى شي في الحياة وعندك هايبرد فاختار اي كونا تبي تخيل معي ان افضل سيارة موجودة حاريا في السعودية من ناحية صرفية الوقود اللي تر فيها هي 26.9 وهذه هي هونداي الكونا وإذا حاب تشوف الكونا وغير الكونا بصرفيات حمل تطبيق مستعمل كونا وفي المرتبة الأولى راحت بعيد ورجعت تربعت في العرش تيوتا كوريلا الهايبرد اللتر يمشي 27.6 باقي شوية تمشيك بالهو ما شاء الله طبعا اللتر هاي زي ما نقول افريج في بداية المقطع السيارات هاي خلقت للمدن فعشان الصرفية هذي تكون يعني تجيبها أو تكون قريب منها لازم نكون في المدينة انه في المدينة سراعة منخفضة وقوف عندي رشارات تفصل محركات البنزين وتسير عكب بطارية فالمشي هذا يعني حسبتها تسير حسبة ممتازة زي ما هي موجودة في كفاءة الطاقة مسكت في خط رجزك تقيل على الدعسة ترمع وراح توصل الارقام هذي نهائي ولا انت في حولها بعد السيارات هذي تحتاج واحد رجز موزونة بالمعقول سوق يعني ما مو فتحت رشارة رجزك في الارض فهذه خلطة هايبرد بشكل عام وعشان تستبيد منها لانه بالنهاية تدافع فلوس وبرضحان تكون السيارات هذي اغلى من البنزين بحكم انها ستوفر عليك وتكون حكم انها تقنيتها تكون عالية فعشان توصل الكفاءة هذي توصل انك فعلا حققتها دفك في شراء سيارة هايبرد خلي السوقاتك حلوة وطبعا اغلى من السيارات هذي تلقى في شاشاتها في طرق سواق افضل يعني يعطيك سكور او يوريك ان ترى السواقات كينها شوي يبيرك تهدي فحب حب تتعلم على سيارات هذي وتشوف توصل الى افضل صرفية وكذا يكون خلصنا لستثنى الافضل عشر سيارات هايبرد موجودة الان في السعودية طبعا افضل من ناحة الصرفية شكرون جزيلا لا تنسى اللايك وفعل زر الجرس وشير المقطع مع اي حد يدور على صرفية وقود جدا ممتازة انا عبدالعزيز وشككم على خير مع السلامة